ناس كتيرة بتحلم انه يكون عندها عربية خاصة بيها بدل الزحمة ومرمطة المواصلات علشان كده البنك الاهلي المصري وفر لك تمويل لشراء عربية حتى لو مرتبك 1500 جنيه بس البنك الاهلي المصري بيقدم لعملاءه كتير من برامج التمويل المختلفة ومن ضمن البرامج دي قرد السيارة بتمويل بيصل لمليون ونص مليون جنيه للموظفين وحتى 3 مليون جنيه لأصحاب الأعمال أو المهن الحرة بأسعار فايدة تنافسية وفترة سداد بتوصل لسبع سنين ومن أهم خصائص مميزات قرد السيارة من البنك الاهلي انه بيكون بدون ضمن والتمويل بيوصل لمية في المية من سعر السيارة كمان بيكون متاح فترات سداد مختلفة من سنة لغاية سبع سنين وفيه كمان سعر عائد تنافسي طب ايه هي برامج قرد السيارة من البنك الاهلي المصري البنك الاهلي بيوفر برامج خاصة لفئات كتيرة ومنها برنامج موظفين بتحويل راتب برنامج موظفين بإثبات دخل وبرنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60% برنامج أصحاب أعمال مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50% برنامج أصحاب أعمال مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70% برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة برنامج كبار عملاء البنك الاهلي المصري وبرامج خاصة لموظفين الشركات أهم ميزة بقى في قرد السيارة من البنك الاهلي أنه الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري ممكن يبدأ من 1500 جنيه كمان تقدر تقدم على القرد بدون مصاريف استعلام ائتماني أو حتى مصاريف فتح حساب أما المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كافة البرامج فهي طبعا صورة بطاقة الرقم القومي وهيقدمها الشخص لفرع البنك عند تأزيم طلب الاقتراض وكمان فاتورة مرافق أو أي أوراق تانية بيطلبها البنك فيه كمان شرط مهم جدا لإتمام عملية القرد وهي أن طالب القرد يكون سنه عدى الواحد وعشرين سنة وسن الراغب في الحصول على القرد ماينفعش يزيد عن ستين سنة وقت انتهاء مدة سداد القرد وده بالنسبة للموظفين أما أصحاب الأعمال والمهن فعمر المقترد ما يقلش عن خمسة وعشرين سنة وما يزيدش عن خمسة وستين سنة في نهاية القرد لأصحاب الأعمال والمهن الحرة وبالنسبة للعمولات والرسوم بيتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدما وفقا والسياسة المعتمدة كمان في عمولة السداد المبكر للقرد الكل والجزئي 3% حتى خمس سنين و3.5% أكتر من خمس سنين من المبلغ المطلوب سداده بالإضافة كمان هيكون في غرام التأخير القصد 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد أخيرا البنك الأهلي بيمنح قروض سيارات بضمان أوعية إدخارية وفقا والسياسة المعتمدة ترجمة نانسي قنقر